يا خامس رح ناخد اليوم يا أبطال عن المضاعف المشرك الأصغر بداية يا ميس قبل ما نحكي عن المضاعف المشرك الأصغر تعالوا نفهم بالبداية شو يعني كلمة مضاعف كلمة مضاعف يا أبطال تطلق دائما على ناتج عملية الضرب كيف يعني يا ميس؟ يعني يا أبطال لو جيت يا أبطال ومثل هذا المثال ضربت اتنين ضرب تمانية فأعطاني الناتج ستاش الستاش يا ميس نتجت من ضرب التمانية بالتنين مشان هيك بسمي الستاش مضاعف شو بسمي الستاش مضاعف تمام يا أبطال والتنين والتمانية يا ميس شو بسميهم؟ عوامل عوامل التنين بسميها عامل والتمانية بسميها عامل أما الستاش شو بسميها؟ مضاعف مضاعف إذن الأعداد يلي أنا بضربهم ببعض بسميهم عوامل أما الناتج شو بسميه؟ مضاعف مشان هيك يا أبطال أوقات كنت أسألكم مثلا أو أحكي لكم هل الستاش هون؟ من مضاعفات التنين؟ الجواب نعم ليه؟ لأنه الستاش نتجت من ضرب التمانية بالتنين يعني الستاش نتجت من ضرب عدد ما بالتنين صح؟ إذن الستاش من مضاعفات التنين وأيضا يا ميس الستاش من مضاعفات التمانية ليش؟ لأنها نتجت من ضرب عدد بتمانية صحيح أبطال؟ إذن يا ميس بنرجع بنعيد الستاش هون شو بسميها؟ عامل ولا مضاعف؟ بسميها مضاعف أحسنتم مضاعف والتنين شو بسميها؟ عامل والتمنية؟ عامل صحيح أبطال؟ نفس الشي هون يا ميس ثلاثة ضرب أربعة يساوي اتناعش الثلاثة ماذا تسمى؟ تسمى عامل والأربعة عامل والاثناش يا ميس هو ناتج عملية الضرب بسميه مضاعف ونفس الشي هون يا ميس أربعة ضرب خمسة أعطتني عشرين العشرين نتجت من ضرب عددين ببعض صح؟ إنهم الأربعة بخمسة الأربعة شو بسميها يا ميس؟ بسميها عامل أحسنتم والخمسة إذن شو بسميها؟ عامل أما العشرين لأنها نتجت من ضرب أربعة بخمسة شو بسميها يا أبطال؟ بسميها مضاعف بسميها مضاعف أحسنتم الآن يا أبطال بدنا نروح ونتعلم كيف نوجد المضاعف المشترك الأصغر تمام يا أبطال؟ هلأ يا أبطال لدينا طريقتين لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر واليوم رح ناخد الطريقة الأولى رح ناخد الطريقة الأولى يا أبطال الحلوين لدينا هون يا ميس الثمانية والاثناش بدنا نعمل على إيجاد المضاعف المشترك الأصغر شو رح نعمل؟ رح أجي أحكي لك يا ميس بما أنه بنحكي عن مضاعف معناته بنحكي على ناتج عملية ضرب صح يا حلوين؟ تعالوا ناخد الثمانية ونكتبها هون وناخد الاثناش ونكتبه هون ونحكي يا أبطال لو أجيت وأخذت الثمانية وضربتها بواحد شو رح يعطني الناتج؟ تمانية صح؟ طب تعالوا ناخد الثمانية ونضربها باثنين شو رح يعطني الناتج؟ ستاش أحسنتم طب يلا تعالوا ناخد الثمانية نفسها ونضربها بثلات شو رح يعطني الثمانية ضرب ثلات؟ أربعة وعشرين تعالوا ناخد طيب الثمانية هاي رح أكتب هاي الثمانية ضرب ثلات وهاي الثمانية ضرب اتنين وهاي الثمانية ضرب واحد شفتوا شو بعمل يا ميس؟ يلا طيب تعالوا ناخد الثمانية ونضربها ضرب أربعة تمانية ضرب أربعة كم رح يعطنيني؟ تنين وتلاتين طيب وتمانية ضرب خمسة كم رح يعطيني أربعين طبعا فيه كمان كتير مضاعفات هلأ هاك يا ميس احنا بنكون نتعلمنا كيف نجد مضاعفات التمانية طبعا مضاعفات التمانية أو مضاعفات أي عدد ما بتنتهي بالمرة تمامي أبطال وهلأ تعالوا نجوح نشوف مضاعفات 13 حاول نجد أكمل مضاعف للتناش أول شي رح يكون عندنا 12 ضرب واحد رح يعطينا 12 طيب يا ميس 12 ضرب اتنين أربعة عشرين أحسنتم طيب يا أبطال تعالوا ناخد 12 ضرب ثلاث شوتو كيف مرة بضرب بواحد مرة باتنين مرة بثلاث عشان أوجد المضاعفات 12 ضرب ثلاث ستة وثلاثين طيب 12 ضرب أربعة ثمانية وأربعين ممكن كمان نوجد للخمسة والاستة ما لا نهاية الآن يا أبطال لحتى أوجد المضاعف المشترك الأصغر بدي أروح أشوف وين هو العدد المشترك بين مضاعفات الثمانية ومضاعفات الثلاثناش بشرط أنه يكون أصغر واحد فيهم صحون يامس عندي أربع وعشرين مش هذا مضاعف وهذا المضاعف أربع وعشرين هل المضاعف أربع وعشرين مشترك بين التمانية والاثناش؟ الجواب نعم هاي موجود من مضاعفات الثمانية وموجود نفسه فيه مضاعفات الثلاثناش طيب يامس هل فيه مضاعف مشترك موجود عند الثمانية والاثناش أصغر من الأربع وعشرين؟ الجواب لا إذن يامس الأربع وعشرين هاد بيكون اسمه المضاعف المشترك الأصغر شو بيكون اسمه؟ المضاعف المشترك الأصغر وبرمز له بميم ميم ألف ميم ميم ألف إذن الأربع وعشرين يا حلوين شو بسميها؟ المضاعف المشترك الأصغر إذن هون يا أبطل رح نكتب أو هون أبطل المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف ماذا يساوي في هذا المثال؟ أربع وعشرون وبذكر يا أبطل بأنه هذه هي الطريقة الأولى لإيجاد الميم ميم ألف المضاعف المشترك الأصغر طيب يا أبطال تعالوا نحاول نوجد المضاعف المشترك الأصغر للستة والتنين تعالوا بالبداية ناخد الستة تعالوا ناخد التنين تعالوا نضرب الستة بواحد بحكي ستة ضرب واحد يعطيني الناتج ستة طيب ستة ضرب اتنين شو بعطيني الناتج؟ اتناش وستة ضرب ثلاث شو بعطيني الناتج يا أبطال؟ طمانطاش يلا يامس شوفوا كيف وستة ضرب أربعة شو يعطيني الناتج؟ أربعة وعشرين وفي يامس أكيد كمان مضاعفات تعالوا هلأ نوجد مضاعفات التنين رح أحكي نفس الشي تنين ضرب واحد تنين تنين ضرب اتنين شو بعطيني؟ أربعة واتنين ضرب ثلاث شو بعطيني يامس؟ ستة صحي أبطال؟ واتنين ضرب أربعة شو بعطيني؟ تمانية واتنين ضرب خمسة عشرة صح يامس؟ واتنين ضرب ستة اتناش شوفوا يا أبطال شوفوا يا حلوين يلا نركز كل ياتنا مع بعض شوفوا هون يامس هل هون يامس؟ في عندي مضاعف مشترك بين الستة وبان التنين؟ بحكي اه يامس عندي هون عندي ستة وهون عندي ستة طيب يا أبطال هون هاي الستة مع الستة أحسنتم في عندي غيرها يامس؟ نعم عندي هون اتناش وعندي هون اتناش نحط عليهم نحدد هم في مشكلة اتناش مع الاتناش تمام يا أبطال؟ طيب يامس يترى اي مضاعف مشترك رح يكون هو المضاعف المشترك الأصغر أصغر واحد فيهم مين أصغر الستة ولا الاتناش؟ أكيد يا خامس يا أبطال يا حلوين بانه الستة أصغر من الاتناش فبالتالي ناخد الستة هي المضاعف المشترك الأصغر يعني احنا يامس بهذا السؤال كان عنا مضاعفين مشتركين كان عنا الستة هو الاتناش بس احنا يا أبطال لما بنا نوجد المضاعف المشترك الأصغر اي مضاعف بناخد؟ الأصغر مشان هيك رح ناخد الستة فبنجي يا أبطال و بنقول المضاعف المشترك الأصغر طبعا نحن هيك نطلو رمزه اللي هو ميم ميم ألف شو بيساوي؟ بيساوي ستة أحسنتم يا أبنائي وهكي أبطال بنكون وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر